وسقط النظام 36 مليار دولار السيد السوداني يصرح يقول لديه توجهات لديه رؤى يريد أن يحقق هذا ويا دولة الرئيس قبل أن تعلن الشعار عليك أن تجد الأدوات الحقيقية الناجحة والناجعة لتحقيق الانقلاب على الفاسدين وهم مقربين منك وتعارفهم لأن الفساد بالعراق قضية لا تصدق أنت تعرف أكثر من غيرك بلد بيه فلوس أنا قبل الأيام بتقارير ديوان الرقابية 104 تريليون مفقودة يعني 90 مليار ومثل ما قلت الحكومة قالت للحكومة ذن 90 مليار إذا أجني دولة الرئيس رؤساء الوزراء القالل ورؤساء الجمهورية ورؤساء مجلس النواب والوزراء حسنا حصلنا نصر شون البلد يعيش هذه ديوان الرقابة المالية أحسي لك قصة خاف ما تدري بيها طالما أنت تتجيب فلوس للعراق أبعام 2005 شركة أرنست يونغ عند هذه الشركة راجعت ملفات مهمولة في خرابة داخل المنطقة الخضراء اسمح بالك دولة الرئيس خاف مكتبك الإعلامي ما يردوني وصلوا لك الحقيقة أنا أقول لك أن هذه الشركة البريطانية راحت جابت هذه الملفات هذه الملفات كانت متعلقة بقضية النفط مقابل الغذاء أيام النظام السابق دولة الرئيس وبعد التدقيق والمراجعة تبين أن للعراق حقوق على دول استلمت من العراق نفط ما قيمته 36 مليار دولار وسقط النظام ولم تجهز اسأل بعام 2005 من كان رئيس ديوان الرقابة المالية أن هذا الرقم 36 مليار دولار ليش ما نعلن وين مصيره وين الأوراق وين التحقيقات المراح يمن انظام أجت الفلوس له ما أجت ما أجت ليش وإذا أجت وين هي 36 مليار دولار الشركة موجودة والمالية موجودة عبدالباص التركي موجود أو أنت موجود أو أنا موجود بهاي المعلومة بعد ذني قليلات أسأل الهيئة العامة للضرائب قلوا لهم من جوكم الولد البريطانيين أو قالوا لكم نسوي لكم نظام أتمته ما أريد من أعودكم فلوس هذا النظام ما يضيع به ولا دينار وبعد عشر سنوات نأخذ منكم مبلغ بسيط عن كل قيد أو مبلغ شوف ياه المعرض لأن انت متوجه حتى تشيل هاي الأنقاض من الطريق ترميها أسأل السادة الوزراء في وزارة المالية والآن السيدة طيف سامي أنا مؤمن أن هاي من الكفاءات المرأة أسألها قلها مشروع تحديث نظم الإدارة المالية العامة في وقت السادة الوزراء اللي صرفتوا عليها بس إفادات إذا ما يكون الرقم صحيح عشرين مليون دولار وعينتوا مستشارين على أن يشتغل ليش ما يشتغل أنت الآن تجيب شركة شركة محاسبات عالمية حتشيتوا يا الولد صالفتوا ياهم الولد يرضون وراح ندب فلوس وراح نسوي وراح تخسار وراح كذا خوية خافوا الولد ما يرضون وظل أنا عيط وانت وضعك يسير حالز قدام العالم الله كريم